استكمالاً للموضوعنا في تمرين الباب الثاني وباب المتجهات وده من الأبواب المهمة ومطلوب أن نحن نستخدم يعني نطبق أكتر من تمرين وأكتر من مسألة وأكتر من مسألة عشان الأمور طببة بالنسبة لنا مستوعبة هناخدنا قبل كده إزاي نحن نستخدم الضرب القياسي عشان نوجد الزاوية بالمتجهين قبل وعادينا نستخدم الضرب بالاتجاهي استخدام الضرب المتجهي ووجد الزاوية بالمتجهين المتجهين هما دولا ال-A طبعا ال-A المتجهين A يساوي المتجهة A بيساوي 2I 2I minus 2 minus 2J plus K دي بلا متجهة الأول المتجهة الثانية اللي هو B بيساوي I plus minus 2K دي منتجين عندنا ال-A بيساوي 2I minus 2J plus K والبعبارة عن I زاد 2J minus 2K ازاي احنا نوجد باستخدام الضرب المتجهي تمام ازاي نوجد الزاوية طبعا المسألة زي كده احنا معروف الضرب المتجهي اللي هو الكروس با يبقى ال-A كروس بي بيساوي ايه بيساوي المقدار ال-A في مقدار ال-B في جيب الزاوية بينهما الساين سيتا في مين في المتجه العمودي للمتجه المتجه الوحدة للمتجه العمودي على المستوى اللي بيشمل ال-A وال-B طبعا عزينا عشان نتخلص من قصة المتجه العمودي نعمل ايه بناخد المقدار يبقى ال-A كروس بي ستساوي ده مقدار يبقى ينزل زي ما هو وده مقدار ينزل زي ما هو بي برضو والساين سيتا مقدار لكن مقدار ال-N ال-N ده مقداره بواحد يبقى خلاص يبقى ده عبارة عن A تمام A بي ساين سيتا يبقى احنا عايزين A كروس بي الأول ال-A كروس بي زي ما زي ما ذكرنا جابكي ده أشناء الشرح احنا بنوجده باستخدام المحدد أو المصفوف نعمل كده عدل-I جيكي ثم ناخد المركبات الحقيقية للمتجه A ثم المركبات الحقيقية للمتجه B ايه المركبات الحقيقية ال-A X اتنين اهي طب وال-A Y سالب اتنين مينس 2 وال-A Z بواحد يبقى اتنين مينس 2 ون 2 مينس 2 طب والنسبة لل-B واحد لأن ال-A ال-B X بواحد وال-B Y بكام بـ 2 وال-B Z بمينس 2 لما هنوجد ازاي احنا ده احنا قلنا قبل كده بناخد ناخد ال-A الأول وبعدين الصف اللي فيه ال-A والعمود اللي فيه ال-A نلغي يبقى فاضل معي دولة بس اهي سالب اتنين في سالب اتنين بموجة بأربعة مينس ون طايمس 2 يبقى مينس 2 وبعدين احنا بناخد دي بلاس ودي مينس ودي بلاس وهكذا لو عندنا عمود رابع يبقى مينس يبقى مينس J العمود اللي فيه ال-J اللي هو ده نلغي اهو ده ويبقى فاضل معي ده هو معي ده يبقى اتنين فيه مينس 2 مينس 4 مينس 1 تايمز 1 يبقى مينس 1 وبعدين بلاس K العمود اللي فيه ال-K نلغي اللي هو ده يبقى فاضل معي 2 2 تايمز 2 4 مينس 1 تايمز مينس 2 مينس في مينس بلاس يبقى بلاس 2 نعمل بابا نجمع مقادر نبقى فور مينس تو يبقى تو اي وهنا آآ آآ مينس فور مينس وان ده عبارة عن مينس فايف مينس مينس هنا في مينس هنا في هنا مينس وهنا مينس يبقى بلاس فايف جي وبعدين زائد ستة كي ده عبارة عن يعني الا كروس بي الا كروس بي طبعا لو عايزين مقداره مقدار الا كروس بي مقدار الا كروس بي يبقى الجاز التربيع للمقادير كلها اتنين في التنين اهي بربعة خمسة في خمسة بخمسة وعشرين وستة في ستة في ستة وتلاتين يبقى ده كله جازر كام ده عبارة عن جازر خمسة وستين وبعدين عايزين نجيب مقدار الا واحدة والبي واحدة عشان المعادلة فيها الا وفيها البي الا يعني مقدار الا نحطه بهذا الشكل ونجيب الجازر التربيعي فين متجه الا اهي هو متجه الا يبقى اتنين في اتنين بربعة وبرضو مائنس اتنين في مائنس اتنين بربعة زائد ون للك يبدأ جازر تسعة يبدأ ثلاثة ونجيب البي نفس الكلام البي نفس الكلام اهو بي يساوي نكتبوه بهذا الشكل جازر التربيعي للبي اكس تربيع والبي واي تربيع والبي زي تربيع البي اكس تربيع بكام ون في ون يبقى بون بلاس تو في تو يبقى كام يبقى فور بلاس مائنس تو في مائنس تو يبقى مائنس فور يبقى ده جازر ناين يبقى برضو بثلاثة زي وزي الاي في هذه الحال احنا خلاص اوجدنا الاي كروس بي بجازر خمسة وستين المقدار بتاعه وجواجنا الاي بثلاثة في هذه الحال نجيب الساين بها ساين سيتا حتساوي الاي مقدار الاي كروس بي على اي بي يبقى جازر خمسة وستين على جازر خمسة وستين على كام على ثلاثة في ثلاثة في تسعة او بتسعة هيساوي كام لما نعمل كلام ده بالالحزب يساوي ايت ناين فايف في هذه الحالة يبقى شيفت ساين سيتا المقدار شيفت ساين المقدار ده يديني سيتا على طول بتساوي كام بتساوي تلاثة وستين بوينت سكس ديجري ده ما عندين احنا ايه 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 ده عبارة عن مجموعة من المسائل اللي احنا نقدر نطبقها على هذا الباب ناخد مساء امسي الاخر مثلا اوجد متجه الوحدة للمتجهين التاليين عايز متجه الوحدة المتجه الاولاني ايه تساوي تلاثة اي بلاس فور جي طب المتجه التالي بي تساوي البي البي ساوي ستة اي ستة اي مينس ايت جي عايز متجه الوحدة للايه احي ادي متجه الوحدة للايه شكل كده بيساوي بيساوي الايه المتجه نفسه على مقداره طب مقدار الايه ازاي نجيبه مقدار الايه بهذه الطريقة جزر التربيع زي ما كل مرة بنعمل تلاتة في التلاتة بتسعة لس اربعة في اربعة بستطاشر يبقى جزر خمسة وعشرين يعني خمسة يا خاص يبقى عرفنا المقدار الايه مقدار ايه الايه يبقى في هذه الحالة متجه الوحدة يساوي ايه ادي متجه الوحدة يساوي الايه نفسه اللي هو عبارة عن ايه التلاتة اي بلاس فور جي على مين على مقداره اللي هو خمسة يبقى ثلاثة على خمسة اي لس اربعة على خمسة جي ده متجه الوحدة ممكن نقسم بتاعتها خمسة نحطها كخيمة زي كده او او نتركها بهذه الصورة البي متجه الوحدة للبي البي احنا نذكركم بالبي كان عبارة عني بي تساوي ستة اي مينس اي جي طب متجه الوحدة البي يكتب ازاي بي يكتب بهذه الطريقة البي نفسه متجه نفسه على مقداره يساوي ستة اي مينس اي جي طب ومقداره الجزر التربيع المين ستة في ستة بستة وثلاثين وتمانية في التمانية مينس تمانية في مينس تمانية ثمانية يبقى بلس اربعة وستين يبقى ستة اي مينس اي جي على مين على جزر المائة وجزر المائة بعشر يبقى بي ساوي ستة اي على عشرة مينس اي جي علاش ممكن نكتبه بطريقة ستة على عشرة يعني ستة من من عشرة جي ده متجه الوحدة للبي لو احنا عايزين مسألة تانية مسألة تانية تمام عشان برضو نستوعب اكتر المسألة التانية مسألة مهمة جدا احسب قيمة الا اهو احسب قيمة الا احسب قيمة الا التي تجعل المتجهين ما لهم متعامدين من هم المتجهين دول الايه تساوي ساوي مين تساوي اثنين اي مينس مينس تلاتة جي بلس فايف كي والبي تساوي ايه والبي تساوي ايه والبي تساوي تلاتة اي زائد الايه جي مينس اثنين كي المتجهين دولا فيهم ايه اهي عايزين نوجودهم لما يكون المتجهين متعامدين ازاي نوجودهم ممكن احنا امتى المتجهين دولا يبوا مثلا يساوي سفر معروف ان الايه دوت بي ضرب القياسي اللي خدناه يساوي مقدار الايه في مقدار بي في كوزاين الزاوية مش كده كوزاين تسعين بكم كوزاين تسعين بسفر يبقى الايه عشان متجهين متعامدين اه بساوي زيرو طب نضرب با الايه اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن ايه مينس جي مينس ثلاثة جي لس فايف كي مضروب اضرب قياسي في مين في البي اللي عبارة عن ثلاثة ايه ايه بلاس ايه بجي مينس اثنين كي ونكفر تساوي ندرى عبارة ضرب ده دافدة ضرب قياسي اثنين اي دوت ثلاثة اي بستة عبارة مينس مينس ثلاثة جي في ايه جي في مينس ثلاثة ايه وبعدين بلاس فايف في ايه في مينس اثنين كي يبقى مينس تن ده كله يساوي كام يساوي عشر نعمل ريالرينج للكلام ده اهي ستة مع العشر يبقى مينس فور مينس ثلاثة ايه يساوي كام يساوي سفر يساوي زيرو مش كده لاني طبعا احنا ايه احنا اللي خدناهم الاتي في هزي الحالة ممكن نقوله ان الثلاثة ايه نضرب نضرب الناس كلها نضرب الاضرفين في المينس يبقى ثلاثة ايه بلاس فور بيساوي سفر يبقى ثلاثة ايه بيساوي مين بيساوي مينس فور يبقى في هزي الحالة ايه بساوي ثلاثة على اربعة اهي يبقى اوجدنا قيمة الايه باستخدام المتجهات جمام عن طريق الضرب القياسي شكرا لكم